موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالباتي للصف العاشر سوف نشرح اليوم عن مملكة جديدة وهي مملكة الفطريات بعد أن درسنا عن مملكة الطلائعيات ودرسنا عن مملكة البدائية خصائص الفطريات موظم الفطريات عديدت الخلايا باستثناء الخميرة فهي وحيدات الخلية تحاط خلايا الفطريات بجدار سميك يتركب من مادة تسمى مادة الكايتين ما هي الكايتين؟ الكايتين هو مركب عضوي عديد التسكر هو عبارة عن مركب عضوي يحتوي على سكريات معقدة لندرس مع بعض تركيب الفطريات لدينا مثالين على تركيب الفطريات فطر المشروم وفطر أفان الخبز سندرس أولاً على الفطر المشروم يتتكون الفطريات وفطر المشروم من مجموعة من الخيوط هذه الخيوط تسمى الخيوط الفطرية ويطلق على مجموعة الخيوط الفطرية اسم الغزل الفطري وبالإضافة إلى وجود الجسم الثمري لو ندرس عن تركيب الخيط الفطري نرى أنه يتكون من جدار خلوي كما درسنا وهو عبارة أو يتكون من مادة الكايتين وبداخله هناك نوى وسيتوبلازم ويوجد حواجز في هذه الخيوط هناك حواجز في هذه الخيوط يفصل الخيوط أو تفصل هذه الخيوط بحواجز نوى حاجز وسيتوبلازم يتشابه تركيب فطر المشروم مع فطر أفان الخبز أيضا يتكون فطر أفان الخبز من مجموعة من الخيوط الفطرية لكن الخيوط الفطرية الموجودة في فطر أفان الخبز لا تحتوي على حواجز فلذلك تظهر وكأنها خيط واحد ويتكون أو خلية واحدة وتتكون من مجموعة من الأنوية لذلك تسمى بالمدمج الخلوي المدمج الخلوي وجود عدد كبير من النوى في الخيط الفطري ودون وجود حواجز خلوية بينها كذلك يتكون فطر أفان الخبز من أشباه جذور أشباه الجذور تساعد على تثبيت الفطر والمساعدة على امتصاص المادة الغذائية يتكون من خيوط فطرية يتكون من حامل وكيس بوغي وبداخل الكيس البوغي هناك أبواغ إذن فطر عفن الخبز خلاياه تتكون خيوطه تتكون من خيوط فطرية لكن بمدمج خلوي لا يوجد بينها حواجز أما فطر المشروم فهناك حواجز في هذه الخيوط الفطرية فكر قارن بين الفطريات والبكتيريا والنباتات من حيث تركيب الجدار الخلوي أرجو نقل الإجابة على كتابك الفطريات الجدار الخلوي يتكون من مادة الكايتين والبكتيريا الجدار الخلوي يتكون من مادة الببتيدوغلايكين كما درسناها سابقا والنباتات يتكون جدار الخلوي من مادة السيلولوز سواء كانت كايتين أو ببتيدوغلايكين أو سيلولوز فهي عبارة عن مواد عضوية عديدات التسكر تعاد تغذية الفطريات تغذية امتصاصية كما درسنا سابقا والتغذية الامتصاصية كما درست سابقا أن الفطر يفرز انزيمات الهاضمة خارج الخلايا على المادة الغذائية ثم يقوم بامتصاص ماهضمة من غذاء سندرس مع بعض العلاقات الغذائية للفطريات مع الكائنات الحية الأخرى هناك بعض الفطريات فطريات تطفولية مثل فطر صداء الذرة أي يصيب نبات الذرة ويسبب له المرض والنوع الثاني هي الفطريات التكافلية مثل فطريات الجذور وهي تعيش معيشة تكافلية مع بعض أنواع الجذور الفطر يوفر للنبات النيتروجيني الذي يحتاجه والنبات يوفر للفطر الغذاء المصنى مثل بعض أنواع الفطريات التي تعيش على جذور البقوليات النوع الثالث هي الفطريات الرمية أي تتغذى على بقايا المواد العضوية مثل فطر الماشروم لكن جميع الفطريات هي غير ذاتية التغذية بلا استثناء جميع الفطريات هي غير ذاتية التغذية سننتقل الآن إلى التكاثر في الفطريات قد تتكاثر الفطريات تكاثرا لا جنسيا وهو الأكثر والأشياء أو تكاثرا جنسيا لنبدأ أولا بالتكاثر اللاجنسي التكاثر اللاجنسي في الفطريات يكون عن طريق الأبواغ اللاجنسية ما هو البوغ؟ البوغ هو خلية تكاثرية صغيرة محمية بجدار خلوي سميك يتكون من مادة الكايتين وينتشر في الهواء بسهولة إذن ما هي الظروف المناسبة للتكاثر اللاجنسي؟ عادة ما يتكاثر الفطر تكاثر لا جنسي في الظروف المناسبة وهي رطوبة مناسبة، حرارة مناسبة وتوافر المواد العضوية إذن غالبا تكاثر الفطريات هو تكاثر لا جنسي وهذا في الظروف المناسبة من أمثلة الفطريات التي تتكاثر عن طريق الأبواغ هو فطر البانسيليوم الذي يصيب البرتقال فطر البانسيليوم فيحتوي على أكياس بوغية بداخل هذه الأكياس البوغية هناك أبواغ عندما ينفجر الكيس البوغي تنتشر هذه الأبواغ إلى أن تصل إلى بيئة مناسبة فتنمو وتكون فطرا جديدا إذن كيس بوغي يحتوي على أبواغ ينفجر الكيس البوغي تخرج منه هذه الأبواغ وتنتشر إلى أن تجد بيئة مناسبة فتستقر عليها وتنمو لإعطاء فطر جديد الطريقة الثانية للتكاثر اللاجنسي وهي طريقة التبرعم كما يحدث في الخميرة لنرى مع بعض البرعم هذا هو فطر الخميرة وهذا هو البرعم البرعم هي خلية صغيرة تنشأ من الخلية الأم تختلف عنها لكن فقط بكمية السيتوبلازم لأن كمية السيتوبلازم في البرعم هو أقل من كمية السيتوبلازم الموجودة في الخلية الأم ينفصل وعندما ينفصل يعطي فطر خميرة آخر جديد يجب أن تعلم عزيز الطالب أن الوضع الكروموسومي للبوغ هو 1N الوضع الكروموسومي للبوغ هو 1N وعند نموه يعطي فطر بوضع كروموسومي أيضا 1N أي أحادي المجموعة الكروموسومي سنتقل الآن إلى التكاثر الجنسي والتكاثر الجنسي يحدث فقط في الظروف غير الملائمة إذا كان الظروف غير ملائم أو غير مناسب يحدث التكاثر الجنسي لنرى مع بعض كيف يحدث التكاثر الجنسي التكاثر الجنسي يكون باقتراب غزلين فطريين من بعضهم البعض كلاهما أحادي المجموعة الكروموسومية تندمج نواة الغزل الفطري الأول مع نواة الغزل الفطري الثاني بعملية تسمى الإخصاب لإعطاء البويضة المخصبة ذات الوضع الكروموسومي 2N ينقسم تنقسم البويضة المخصبة انقسام منصف الانقسام المنصف كما درسنا سابقا يعطي أربع خلايا إذن 1, 2, 3, 4 كل خلية تسمى بوغ بوضع كروموسومي N حدث انقسام منصف البويضة المخصبة 2N حدث لها انقسام منصف فأعطتني أربع أبواغ كل بوغ وضع الكروموسومي هو N يحدث انقسام متساوي لهذه الأبواغ لإعطاء الغزل الفطري الانقسام المتساوي يعطي نفس المجموعة الكروموسومية فبالتالي البوغ N عندما ينقسم انقسام متساوي لإعطاء الغزل الفطري فأيضا يكون الوضع الكروموسومي للغزل الفطري هو 1N شكرا أعزائي الطلب شركة لك شركة للمشاهدة شكرا شكرا